السلام عليكم صحافة توركم وتقبل الله سيامكم اهلا وسهلا بكم اليوم جبت لكم لأشي بغمانتي شكولي ما يعرفوش انقراطين لي اصلوا انجليزي تيقولها يمكن يمكن تيقولها فاطيرة الراعي لأشي بغمانتي هنضيروه مع بعض اليوم وغا نقول لكم واحد الحاجة باش نضحككم شي شوية ولان خطأت نوقعه فيه كامل قد ما حذرت وقد ما قلت على الملح جاني شوية زايد في الملح اشغال نقول لكم نعتدر من ضيوفي اليوم اللي كانوا مضطرين انهم يكلوا شوية الملح زايد ولكن مخلوفت لهم ان شاء الله هنضيروه مع بعض بص حذاري حذاري الملح مرحبا بكم في قناتي نهيلاء قناة المبتدئات ان شاء الله اطبقنا لدتها في بساطتها ما تنساوش طبقة الاولى فيها طوما طيش بصل التوم زروا دياج البانه الحمرحي طوما تكون سنتخي نبدو ان شاء الله مع بعض نضيرو زايدة تسخن ونطحنو البصلة ومطيشة والتوم نضيروهم يتقلوهم اللولين نضيرو البصلة نضيرو البصلة نضيرو اللحم نضيرو البصلة لانه تحتاجو كمية كبيرة لانه تفرتت ما تجي تيجي كويرات ولا تجي تمرس في وسط هذك الخالط ديال البصلة ومطيشة باش تيجي زاكي يعني ولو غطر يب صغير يكون كمية كبيرة تقدري تعوده بالدجاج يعني لحم يديري اي لحم متوفر عندك يديريه و تدخلي فيها الخضراء الجميل في هذه الأكلة انها تديري فيها الجزر ويديري فيها الجلبانة انا اليوم درت لهم البهارات المشكلة لسبب السوابل فلفل احمر ودرت سكين جبير وصدقوني في التسجيل الاول دي الفيديو تنحذر من الملح وكيما تيقولوا اللي تيخاف من الغلط يخرج له حذرت من الملح وطحت فيه يعني باش نقولك قدما نكونو حذيرين الخطأ بشاري ونقعو فيه نزيدو خيزو الجزار نقدرو نزيدو فيها الجلبانة تجي فيها زوينة المهم تتدخلي فيها الخضره باش الوليدات تتنفع الوليدات يعني فيها الخضره مخلطة وتيبغيوها لان فيها البطاطا والابومدو تيخ بيوغي تيحبوها درالي صغر سافي نخلطو هكا نزيدو التماطم المصبارة بغير فانتع التماطم سافي نددو لها شوية ديال الما ندو حد الكويس ديال الما ونخليوها الطيب من جهة تانية نسلقو البطاطا تاعنا نجيروها تسلق بالملح ولكن حذاري بالملح حذاري اليوم انا اتعقدت من الملح ما نقول لكمش تنعتدر المرة التانية يلضيو فيه الحمد لله ما كانوش ناس براوية كانو منو فينا ولكن مع ذلك الملح يعني خاصنا نحضروا منو بزف بزف نقصو على قدمنا نقدرو لانا ملي تكون الاوكلة داخل فيها الفخو ماج بزف دونكتا نقصو الملح على قدمنا نقدرو سافي هنا تنزيدو الملح تنزيدو الماء للاوكلة ديالتنا ونخليوها الطيب تقوم بشكل من الزفو ساعتيني الأوكلة هذي غنية وبنينة وعائلية واقتصادية يعني متاحتش بزاف تتحصل على طبق جميل وبنين سافي هنا سأنا دى البطاطا ديالي اللي سلقتها سنزيدوها بطريف حالة سانس دياف نضيف زبدة وضيفة نضيفها قليلا نضيفها نضيفها غير زبدة وفخومج نضيفها بيضة وحسب الكمية نضيفها 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 نضيف حديطة خلصت يدعى ونظيفها نضيفها يجب أن تدهنيه لأن الزبدة تزيد الكلماتير غراس و لا يجب أن تدهني البلاتو يجب أن تدهنيه للمرق يجب أن تدهني الماء في مرة السابقة أضعت بلد الماء و أضعت دي غوز فوق دي غوزة فوق الابيوري يعني يكون عندك الضياف و أحبتي تشبحي أضعت دي غوزة فوق البلاتو و تدهني من الأطراف و تدخل إلى الداخل لكي لا تدهني اللحم يهرب و تدهني البلاتو يجب أن تدهني البلاتو يجب أن ندفع بلد الماء و تود رائع لداخل نلتج بالداخل و تدهني البلاتو وبالتالي تضلب البلاتو و تسقط المارق فوق البلاتو و لا يوجد البلاتو الان مباشر تقوم بالداخل يجب الى ماء و تكون سهلة و بسيطة سيطان ونشاء الله تنجحوا تضيرها انتم موت ومتضروا فيها الملحة صدقوني الديدة وعائلية والوليدات سيحبوها لكم بثيث لان انا عارف اشنو تنقول كيني الناس يبغيوا لا بوري وطريقة تانية باش يكلواها يعني وهادي اوكلة انجليزية جميلة جميلة بثيث المطابخ الاوروبية نحن مدرناها على طريقتنا طبعا انا تنقول لكم دايما المطبخ فكرة الاكل فكرة والابداع تأتي من عندكم انتم تنقصوا تزيدوا على حسب الضوء صافية دهوة ونزيدوا لها الفخمج من الفوق وندخلوها الفران دهوة ونزيدوا لها الفخمج من الفوق دهوة ونزيدوا لها الفران نقوم بتحمره ونمسح الجوانب البراطون لان سربوها في البلاطون مدى بيك تحطي قدم نس تحطي محروق البطاطا قيسة من الجنب ونسح تنقي ودخلها الفران تحصل على نتيجة رائعة والله يصدقوني الاكلة هذه اقتصادية وعائلية وبنينة كما يحبوها سوف يدخلها الفران سوف يدخلوا فران 10 دقاق متفوت على ان تكون الفران ليس سخن قليلا فربع ساعة سوف تنقصت هذه النتيجة هذا الشكل النهائي وانشاء الله يتعجبكم وانشاء الله تحصل على أرواح بشكل قليل اقتصادي وانشاء الله ومع السلام شكرا